اللجوء إلى انتخابات جديدة أو الدخول في صراع طويل الأمد هذان الخياران المتبقيان أمام الأحزاب المتصارعة في العراق في خضم الأزمة القائمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بعد التلاش احتمالات الرجوع إلى طاولة المفاوضات بسبب انعدام الثقة بين الطرفين كما أكد ذلك الصدر نفسه ولا تزعنوا لإشاعاتهم بأنني لا أريد الحوار لكن الحوار معهم قد جربناه وخبرناه وما أفاء علينا وعلى الوطن إلا الخرابة والفساد والتبعية على الرغم من وعودهم وتوقيعاتهم فلا فائدة ترتجى من ذلك الحوار الأطراف السياسية الأخرى أيدت خيار اللجوء إلى انتخابات جديدة ورأتها المخرج الوحيد كما ذكر ذلك رئيس اتلاف الوطني إياد علاوي وأيد ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني لكن مراقبين يرون أن اعتبار الانتخابات مخرجا من الأزمة هي نظرة سطحية لأساس المشكلة وعدم الغوص في أعماقها حيث أن الانتخابات المفترضة ستمنح الصدارة للتيار الصدري أو الإطار التنسيقي وبالتالي العودة إلى الخلافات مجددا على شكل الحكومة بين محاصصة أو أغلبية استمرار الصراع هو المسار الواضح حتى لو أجريت انتخابات جديدة لذلك تحاول الأطراف الراعية للعملية السياسية إيجاد مخرج عبر الوساطات والحديث هنا عن وساطة إيرانية أكد ائتلاف المالك وجودها بعد وصول الأمور إلى منحا خطير وفي ظل انعدام فرص حالة الأزمة تسعى الأطراف المعنية باستمرار العملية السياسية إلى تبريد جبهة الصراع كلما سخنت خوفا من صدام دموي يراه مراقبون حتميا بعد سنين من الشراكة السياسية القائمة على الفساد والاستبداد اشتركوا في القناة